سيد محمد فاضل حضرتك طبعا لك مسلسلات اجتماعية مشهورة جدا جدا وأعتقد الناس ارتبط بيها ارتباط كامل يعني مثلا زي أبو العلال بشري زي أبناء العزاء شكرا إلى آخره النهاردة لو أنت عايز تعمل مسلسل بترصد في الحياة الاجتماعية في مصر حتى توقف عند أي نقاط أنا محتاج دلوقتي أسبق يعني أقول حاجة مش حصلة لا أنا أقول إحنا عايزين إيه أي يعني على سبيل مثال إحنا محتاجين لشباب تعليم مهني أو فني عشان يعني يشتغلوا في المهن في المهن المختلفة يعني فما ينفعش تبقى مسلسلاتي كلها بتدور في الكمباونز وأنه الراجل اللي هو العربين تلاتة واقفين قدام حتى لا ده في الواقع أنا مش مش مهم أنا مش مطالب أن أنا أترجم الواقع زي حكاية الخنايات افرد عندنا في حد مثلا خارج على القانون وعمل جرائم معينة أنا مش مطالب أعمل أعمل ده في الدراما ليه؟ يعني إلا إذا كنت عايز أقول معنى معين أو وصل معنى لكن مجرد استعراض قوية الفنية أو قدرات الفنية في الأكشن واستخدام التكنولوجيا الجديدة بقى في الجرافك ومش الجرافك في النهاية ليه؟ مقصود إيه؟ حيقولك آه عشان ناس تتسلق أو ما أقدر أسلي الناس وفي نفس الوقت أقول رسالة أو وصل رسالة لكن أستاذ محمد فاضل يعني عادة لما بنبرز حاليا الحارة المصرية في مسلسلاتنا الدرامية يعني أنا كمصرية أو غيري يعني بنجد أن الحارة هي أفضل من ذلك بكثير يعني شكلا وموضوعا ولهجة وحديثا يعني ليه دايما الحارة المصرية عندنا مدانة؟ لا ده شكل هم اتاخد وكان بيتعمل في الأفلام القديمة عشان يعمل جاذبية لكن دلوقتي لا الناس بقت شايفة وبقت حتى الموبايلات يعني بتصوف الناس أول باول حقيقة مش حقيقة الحرام مصري إطلاقا يعني أنا ساعات كنت بامسي في مرة في مئة عقبة ومرة في الجيزة بالعكس ناس عادين جدا والناس هدية ومع بعض الحرام مش كلها خنايات إطلاقا وناس بتضرب بعض وناس بتنوت بعض ليه؟ ليه؟ موجودة في صفحة الحوادث إذا ونسبته محدودة كمان أنت الدراما تبقى لما ما يبقاش فيها حاجة شزة أيه؟ يعني افرض حادثة شزة حادثة اسمها حادثة سموها أكسدن حادثة أو مصادفة هي كي يعني لا طب هي دي تبقى بشكل استثنائي يعني أيه ده بتبقى استقوى عشان كده سموها حادثة حادثة أيه؟ ما جديد للطبيعة أنا مطالب أن أقدم مش عشان أعمل شوية جاذبية إيه؟ وجاذبية حتى مش لطيفة ممكن تبقى بالنسبة للصبية اللي هما لسه ما نضجوش يتقلهم أنه وده الصح أيه وده بقى من أخطر ما يمكن صحيح وده واصل صحيح حتى لو الواحد الوقت يأما بيقرأ بيقرأ ساعات على الموبايلات والحاجات دي بيلاقي الناس بيستخدم أساليب بجديد طبيعي بتاع الإنسان خالص يعني يعني هل الأعمال الفنية يمكنها أن تواجه مثلا مثل هذا اللي حضرتك يعني بتوجه له الأسلوب الحديث المفردات المستخدمة إلى آخره؟ ما هو أصلي الدراما مش معقول حتبقى الناس كلهم أخيار لا وإلا الصراح هيجي منين صحيح الدراما تعني الصراح لكن ما أقدمش بقى الشكل الشرير بشكل جذاب هنا أنا بقدم الشكل الخاطئ عشان الناس ترفضوا ودي مسؤولية الدراما آه ما لازم ما مفعش أشوف لبيض مغير لو جنبه أسود حيبان لبيض أكتر فأنا مطالب أعمل مساحة سوداء لكن في النهاية لازم أوصل للمساحة البيضاء الأكتر صحيح صحيح صحيح